اشتكى تجار وسط محافظة اربد من الغلاقات التي قامت بها بلدية اربد الكبرى مؤخرا لبعض الشوارع عمام محالهم ما شكل فوضى عارمة وازدحمات مرورية خانقة ايضا وطلب الحكومة بتمديد ساعات الحظر تفاديا لحصول تجمعات كبيرة في هذه الاثناء تتواصل استعدادات الاجهزة الامنية والدوائر الرسمية لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا حيث رصدت كاميرا رؤية اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء احتياجاتهم من الاسواق الامر الذي شكل ازدحمات وتجمعات كبيرة لم تراعي في مجملها شروط الوقاية الصحية والسلامة العامة في هذا السياق ايضا اوضح محافظ اربد رضوال اعتومة بانه تم وضع خطة شاملة خلال شهر رمضان لضوان متطلبات الصحة والوقاية والحد من التجمعات الى جانب عدم استغلال بعض التجارة ورفع الاسعار وقت ما فيه بنصح الساعة ستة بليدي نفتح المحلات وانا الساعة عشرة الساعة خمسة بنسكر ساعة ستة ما بتلحق الناس تشتري بدنا مددوننا الحظر شوي لو لساعة عشرة بالليل بمشي الحال شان العالم تشتري براحتها تمشي براحتها بالسوق فوق بعضها العالم الوضع مثل ما انت شايف ومجرد الشارع ما سكر كل السوق بيجي بحط بسطاته من نصف الشارع لا حدا بيعرف يمشي ولا حدا بيعرف يتحرك ولا بيعرف ننزل ولا بيعرف نحمل هذا الموضوع على فكرة كل سنة قاعد بيصير معنا برمضان بالذات بيسكر الشارع وبيصير عنا والله يخراب بيت لجميع التجار الخطة الموجودة حاليا خلال فترة الشهر الفضير راح يكون فيه تكثيف على هذه اللجان وراح يكون فيه تكثيف ايضا على الرقابة الموجودة داخل السوق والباع المتجولين والتمور واللحوم والاسماك وكل هذه الامور حقيقة نقوم كل عام وخاصة قبل بدء شهر رمضان بإجراء عدة ترتيبات وخاصة على موضوع الأسواق من خلال تكثيف لجان السلام العامة بالإضافة لانتشار رجال السير الأمن العام في كافة المواقع التي يكون لديها ازدحام السنهاية راح يكون مختلف لدينا لجان تقوم بمتابعة كافة المنشآت والأفراد للمخالفين وخاصة لبرتوكول الصحي وموضوع جائحة كورونا أنا أهيب بالإخوة المواطنين أنه يخففهم للزحام خاصة قبل ساعات الإفطار